تاني من شباب بروس داد ممكن يمثل خطر على النادي الاهلي على مستوى اللاعبين أداء اللاعبين ومميزات اللاعبين اللي في شباب بروس أنا متفق مع شاجر في الأسماء اللي قالها بس فيه بوصوف اللعب رقم عشرة الأشوال اللي هو كان قريب جداً من التسجيل وعقاب النادي الاهلي على الفرص اللي ضيعها في ماتش بورج العرب الكرة اللي جات في العرضة لما هو بيتحرك هو ومزيان بشكل كويس جداً لبعض له وبوصوف معاه الكرة في الوينج اليمين مزيان بيخش دايماً بيبقى موجود على قوس منطقة الجزائر لأنه هو عارف في لعبة متفق عليها لما بيخش رأس الحربة وبيسحب المدافعين دايماً الباكباس عندهم خطر ودايماً موجود لعبة على حدود منطقة الجزائر لأنه دي واضح جداً أنه هم متمرنين عليها وبيلعبوها دايماً حتى في الدورة الجزائر نقطة بقى مهمة من سوق حظ النادي الاهلي مش بس أنه هو ما لعبش ماتشات قبل ماتش وراح الجزائر وما أدراكم الجزائر وتجربة صعبة ولكن من سوق حظ النادي الاهلي أنه لسه فيه ماتشين كمان أو فيه ماتشات تاني في المجموعة لشباب بولزداد ده ممكن يخليهم بنسبة كبيرة جداً أنت بتلعب النادي الاهلي بطل القرى وأقوى فرقة في المجموعة أنا مش عايز غير النقطة حتى لو على الأرضي أنا ما بتفقش شوية أن شباب بولزداد هينزل مندفع وهيهاجم لأ أنا معايا لسه ماتشين مع فرق أقل من النادي الاهلي فأنا لو لعبت بنفس الأسلوب اللي لعبت به في برج العرب على أرضي وهيبقى فيه تركيز أكتر والحماس الجمهيلي هيفرق أكتر أنا مش محتاج أن أنا هاجب النادي الاهلي أنا هلعب أن أقفل خطوطي زي ما عملت في برج العرب ألعب على المرتدات وزي ما اتكلم شاجر هم خاطرين جداً في المرتدات أنا مش هلعب أن أندفع بكل خطوطي ودي النادي الاهلي فرصة للعقابي وفرصة لنادي الاهلي لما بيلاقي مساحات بيبقى خطورته كبيرة جداً وشوفنا ده في ماتش ينج أفريكانز لما نزلوا مندفعين ولعبوا على أرضهم وكانوا بياخدوا مباراة وجمية اتعاقبوا ازاي والنادي الاهلي كان قادر يسجل 4-5-6 هداف الشرط الأول بس فانا اعتقد ان الشاب بوليس داد هيلعب على النقطة وهيقفل خطوطه والنادي الاهلي لازم يعمل حسابه على الموضوع ده الحتة اللي اتكلم فيها يا جمال بتاعت تضيع الفرص انا مش شايف اي تطور في الموضوع ده بالعكس الموضوع بيزداد سوءا واللعيبة اللي انت مفروض تدربها اصلا على الموضوع ده هما كانوا موجودين في بطولة الامة ما كانوش موجودين معاك سواء بيرسيتاو او كهرباء او اي ان كان هما ما خدوش وقت للتدريب على تضيع الفرص اديك مثل سريع يا كريم في مانشستر رينايتد ماركوس راشفورد كان واحد من اكتر اللعيبة اللي بتضيع فرص في الدور الانجليزي او ارقامه كانت كويسة ولكن كان عنده دايما مشكلة في الفينيش عمله ايه؟ جابوه له مكارسي واحد من نجوم الكرة الافريقية وجنوب افريقية طبع طبع جابوه مخصوص لراشفورد يدربه بس على الفينيش ازايت يتحول من لعيب بيضيع فرص كتير للعيب بيقدر يسجل من انصاف الفرص وبالفعل راشفورد في اول موسم جي في مكارسي الموسم اللي فات لقى بواحد من افضل موسمه وكان بيسجل رأسياته وما سجلهاش طول مسيرته يعني سجل في الموسم ده اعتقد خمس ست رأسيات ما سجلهاش في السبع موسم اللي قبلية فمدرب المهاجمين او المدرب طبعا انا مش لازم نجيب واحد اجنبي ممكن نادي الاهلي يستعين بواحد خبرة يعني فيه مهاجمين كتير جدا كان في نادي الاهلي موجودين للحتة دي بس استعين بيه تلات اربع شهور يبقى موجود في التدريبات يدرب اللعيبة لان دي قافة موجودة في النادي الاهلي ولحد دلوقتي ما شفناش اي حل دي عندك حقا